رأي حضرتك إيه في الحرس في مهرجان العالمين الجديدة على وجود فعاليات ثقافية متنوعة وتعريف الأجيال الجديدة بتراثنا الثقافي والفني والتاريخي واللي محقق طبعا نجاح كبير جدا وعامل جاذبية مختلفة للمهرجان أنا مستمتع جدا بمهرجان العالمين وشايف قد إيه ما هو طفرة جميلة جدا ابتدى السنة اللي فاتت وبيكمل السنة دي وأتمنى أنه إن شاء الله يكمل سنين وسنين وكل السنة بيبقى فيه تطور في العناصر اللي هو بيضمها ما بين ألعاب رياضية ما بين فقرات فنية ما بين مصرح ما بين لقاءات جماهيرية في جانب لقاءات الأطفال وتلمية مواهبهم بشوف أن ده حرص من القائمين على المهرجان أن هم بيحاكوا كل أفراد الأسل ومهاش مجرد مهرجان سياحي الناس تيجي تنبسط لا ده مهرجان فقافي وسياحي واقتصادي وطرفيه بحيث أن اللي بيروح بيستنقى بكل حاجة ومتاح لكل أفراد الأسل صحيح حدير سالم المصر للعالم نحن بنقدم فنون وعلوم وثقافة من أول مصر القديمة لحد النهاردة وإلى ما شاء الله طبعاً أنا بشكر حريك جداً دكتور شريف شعبان الروائي والخبير في الأثار المصرية على وجودك معنا النهاردة في حلقتنا عن طريق زوم بشكر حضرتك جداً